ادعى العلماء ذلك إمامنا أبو عبدالله الشافعي رضوان الله عليه قال لم يقع شيء من نسخ السنة للقرآن قال كل ما يدعى أنه سنة نسخت قرآنا كلام غير صحيح وله مصرف وله تأويل من وافق على هذا؟ الإمام أحمد بن حنبل من عيده واستروح عليه وتقلده؟ شيخ الإسلام بن تيمية قال هذا غير واقع وإنجاز نظرياً أن تنسخ السنة القرآن لكن واقعياً ما فيه؟ أوجدونا مثالاً قفوا بنا على مثال كل الأمثال التي جاء بها هناك عنها جواب طبعاً نحن الذي نتقلده وندين الله تبارك وتعالى به أن القرآن كما قلنا في خطبة قبل أسبوعين ليس فيه إيمان سوخ كله محكم لكن هل يمكن للقرآن؟ ونحن لم نبحث هذه المسألة وقلنا نحن سنحصر أنفسنا في القرآن القرآن ينسخ قرآناً ولا نؤمن بأن السنة تنسخ القرآن هذا مذهب الشافعي أيها الإخوة وحتى من آمن بهذا كما قلنا قبيل قليل بعضهم قال لا واقع له ما في عندنا أمثلة سنة نسخت قرآناً وهذا اللائق بجلال كتاب الله تبارك وتعالى الذي أحكمت آياته كتاب محكم هذا لا يمكن أن يبطل فيه شيء لا يمكن أن يبطل فيه شيء وخاصة بالسنة التي لا يمكن حتى السنة المتواترة وما قيل فيه متواتر لا يمكن أن ترقى إلى درجة قطعية القرآن الكريم السنة لا يمكن أن ترقى إلى موثوقية القرآن الكريم يا أخي مستحيل هذا القرآن مروي أيها الإخوة أيضاً متواتر تواتراً طبقياً ليس تواتر فقط الأسانيد القراء وتلميذ القراء لا تواتر طبقات حفظه نساء ورجال وصبيان ومحدثون وغير محدثين شيء عجيب هذا كتاب الأمة هذا الذي نتعبد الله به في المحاريب وفي الصلوات يا أخواني لا يمكن أن تقرأ به القرآن السنة حتى المتواترة أين السنة المتواترة؟ من كتاب الله تبارك وتعالى وإن تواترت وعلى الرأس ونعمة عينه طيب أيها الإخوة قلنا القرآن لا ينسخ القرآن فضلاً عن أن تنسهه السنة هل ينسخ القرآن السنة؟ نعم وهذا من مزايا طبعاً بعض الناس يتعقب لابد أن ندقق فيما نسمع وفيما نقرأ الله خليكم المسألة ليس فقط أنك تنقد وتقدم أشياء حاول أن تفهم لأن هذا الدين حاول أن تتعبد الله بالفهم المستقيم بالفهم المستقيم القرآن ينسخ السنة؟ نعم طبيعي جداً المسلمون صلّوا ستة عشر شهراً إلى بيت المقدس بأي آية؟ ما في آية ما في آية واحدة في كتاب الله تقول صلوا إلى بيت المقدس لكن كيف صلّى المسلمون ستة عشر شهراً إلى بيت المقدس؟ بأمر رسول الله يعني هذا ثبث بالسنة التوجه إلى بيت المقدس ثابت بالسنة ومنسوخ بماذا؟ بكتاب الله فولّي وجهك شطر المسجد الحرام القرآن نسخ السنة نعم طبعاً ويستطيع أن القرآن هذا حاكم على السنة السنة لا تحكم على كتاب الله تبارك وتعالى فتنسخه خاص في باب النسخ خاص في باب النسخ نعم تبينه تفسر تبين أيها الإخوة تخصص على الخلاف الذي ذكرنا تنسخ لا هذا الذي ندينه الله تبارك وتعالى به وهو مذهب طائفة من العلماء لا يستهنوا بقدرهم علماً وتقاً وتحقيقاً